بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على قناتكم قناة مصر التعليمية ونشوف مع بعض مادة الإحصاء بتتكلم عن ايه أول باب في مادة الإحصاء اسمه الاحتمالات وباب الاحتمالات ده من الموضوعات الهمة جدا لطلبة وطالبات الصف الثالث التجاري ودائما هتلاقيه معك في حياتك اليومية دائما بنسمع كلمة احتمال في حياتنا اليومية لو فريقك بيلعب تقول احتمال يكسب واحتمال يتعادل لو حد داخل امتحان تقول احتمال ينجح كلمة احتمال معناها ايه وبنستخدمها كتير في حياتنا العملية أول حاجة في باب الاحتمالات عايزين نعرف معنى كلمة احتمال الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية لأ أنا ملاحظة أن حضرتك المصر قلت كلمة حدث قلت كلمة مجموعة كلية في التعريف نقول التعريف تاني مع بعض كلمة الاحتمال المجموعة الكلية زي ما احنا عارفين أن أي حاجة في حياتنا تسمى تجربة لو أنا جيت قلت داخل اسمها تجربة لو مسكت قطعة نقود ورمتها كده على سطح املس دي اسمها تجربة لو مسكت ظهرت نارد المكعب اللي هو مرقم بالارقام من واحد إلى ستة ورميته على سطح املس دي اسمها تجربة نبقى أنا عايز اعرف معنى كلمة تجربة كمان ونرجع لتعريفنا مرة تانية في حاجة اسمها التجربة العشوائية اسمها ايه التجربة العشوائية يعني ايه تجربة عشوائية اقولك ايه تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها قبل ما اعمل التجربة انا انا لسه هارميها قلتلك قبل ما ترميها انا عارف ايه اللي هيطلع هيطلع يا صورة يا كتابة يبقى قبل التجربة انا قلتلك على كل النواتج طب انا قدرت احدد بالزبط هتطلع صورة او تطلع كتابة قلتلك لا دي لسه في علم الغيب يبقى ايه تجربة العشوائية هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها ولكن دون تحديد ايا منها سوف يقع دي كده اسمها تجربة عشوائية طب اللي حضرتك قلتو الصورة والكتابة دي دي اسمها جميع النواتج الممكنة اللي هنسميها في الاحصة فضاء العينة او فراغ العينة يبقى انا عندي كلمة فضاء او فراغ العينة هو جميع النواتج الممكنة طب لو خدت حتة من الفراغ ده جزء من الفراغ ده يبقى دي حدث نرجع بقى لتعريف الاحتمال مع بعض حضرتك قلتلي ان الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث ويقولنا ان الحدث ده مجموعة جزئية من فضاء العينة يبقى نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية عندي بعض التجارب اللي هنشتغل عليها ونطلع منها احداث ونطلع منها احتمالات ونشوف تعريف كل حاجة مع بعض نبدأ بسم الله ونقول اول تعريف معانا اللي هو تعريف الاحتمال لو جيت اقوله لحضرتك الاحتمال اهو الاحتمال عرف الاحتمال وده السؤال بيجي كتير جدا في الامتحانات جي في الامتحانات سابقة كتير جدا تقولي احنا لسه عارفينه مع بعض الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية او المجموعة الشاملة يبقى ده تعريف الاحتمال وممكن تجيني في صورة اكمل نقط هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الشاملة او الكلية على طول تقولي ده الاحتمال طيب عندي كمان تعريف مهم جدا اللي احنا يسا قلنا عليه اللي هو التجربة العشوائية ايه هي التجربة العشوائية قلنا هي التجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها يبقى قبل مرمي ظهرة النارد انا عارف انه يطلع يا واحد اتنين يا ثلاثة اربعة يا خمسة يا ستة يبقى ده التجربة العشوائية هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقا قبل اجرائها دون الجزم ايا منها او اياها سوف يقع عندي كمان تعريف سهل جدا جدا اللي هو فضاء العينة او فراغ العينة اللي هو رمزه فيه فضاء العينة او فضاء العينة اللي هو رمزه هلنرمز لي بالرمز فيه هو جميع النواتج الممكنة كل النواتج اللي هتطلع معاك اسمها فراغ العينة او المجموعة الشاملة يبقى ده اسمه فراغ العينة يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان انا عندي فراغ العينة هو جميع النواتج الممكنة او المجموعة الشاملة التجربة العشوائية يا تجربة معلوم جميعنا وتجى مسبقا قبل إجراءها دون الجزم أيام منها سوف يقع لاحتمال نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية طيب بعد إذن حدثك مصر هنا أنا شفت كلمة الحدث وكلمة المجموعة الشاملة المجموعة الشاملة اللي هي فضاء العينة إيه هو الحدث؟ أقول لك إن الحدث هو جزء من فضاء العينة أو مجموعة جزئية من فضاء العينة طيب إفرض مثلا لو أنا قلت لك إن أنا عندي تجربة إلقاء ظهرة نارد مرة واحدة إيه هي ظهرة النارد؟ اللي هي حجر الطاولة أهي يبقى لما أقول لك ظهرة نارد اللي هي حجر الطاولة وحجر الطاولة ده لو فاكروا بتاع زمامة السلم والتعبان اللي كنت بتلعب بيه كده أهو دي الظهرة اللي عندنا آه لو فاكرها الظهرة دي لو رمناها قبل ما ترميها قبل ما ترميها أنا عارف كل اللي هيطلع قلت لي إزاي قلت لك أيوة طبعا اللي هيطلع يا واحد يا تنين يا تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة عارف جميع النواتج دي اسمها إيه؟ اسمها فضاء العينة جميع النواتج الممكنة اللي هتطلع معك دي اسمها فضاء أو فراغ العينة يبقى أنا الوقتي لو قلت لك في تجربة القاء زهرة نرد مرة واحدة ومراحظة الوجه العلوي عايز أجيب فضاء العينة سمعك وانت بتقول لي هيطلع يا إما واحد يا إما اتنين يا إما تلاتة أو يبقى لنا واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة يبقى دي فراغ أو فضاء العينة واحد أو اتنين أو تلاتة أو اربعة وخمسة أو ستة يبقى لما يقولك إيه وجهة فراغ العينة أقوله يا واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة علشان دي تجربة إلقاء ظهرة نار دمرة واحدة يبقى لو سألتك تاني بقى إيه هو فراغ العينة قلت لي فراغ العينة هو جميع النواتج الممكنة أو المجموعة الشاملة كل اللي هيحصل في التجربة ده اسمه فراغ أو فضاء العينة ولو سألتك إيه هو تعريف الاحتمال تقوله هو نسبة تحقق الحدث إلى المجموعة الكلية طيب إيه هي التجربة العشوائية هي جميع النواتج الممكنة إيه هو الحدث هو جزء من فضاء أو فراغ العينة عندي بعض التعريفات كمان زي قلنا تعريف الحدث اللي هو الحدث هو جزء من فراغ العينة لما يجيني سؤال يقول لي عرف الحدث أقول له الحدث هو جزء من فراغ العينة يبقى هنا لما يجيني سؤال يقول لي نقط هو مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة اقوله طبعا ده معروف انه هو الحدث يبقى الحدث هو مجموعة جزئية من المجموعة الشاملة عندي كمان انواع الاحداث في حاجة اسمها حدث مؤكد وحاجة اسمها حدث مستحيل يعني ايه الكلام ده ايه هو الحدث المؤكد وهو الحدث المستحيل لما قلت احتمال ظهور الشمس ليلا تقول لي مش ممكن الشمس ما تجيش بالليل يبقى ده حدث مستحيل طب لو قلت لك احتمال ظهور الشمس نهارا ده طبعا حدث مؤكد لازم الشمس تطلع بالنهار يبقى دي في حاجة اسمها حدث مؤكد وحدث مستحيل لو جيت قلت لك عند القاء ظهرت نارد اللي احنا لسه رميانها ظهرت النارد مرة واحدة دي لو جيت ارميها مرة واحدة اقول لك اه حدث ظهور عدد اقل من سبعة قل لي طبعا ما هو ممكن هيطلع يا واحد ده اقل من سبعة والاتنين دي اقل من سبعة وتلاتة او اربعة وخمسة او ستة يبقى ده حدث مؤكد ده حدث ايه مؤكد يبقى هنا لو عايزة اعرف تعريف الحدث المؤكد اقول له هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة نفس العناصر اللي في الحدث هتكون نفس العناصر اللي في الايه ففضاء العينة يبقى في حاجة اسمها حدث مؤكد وحاجة اسمها حدث مستحيل. برضو يعني عندي برضو كمان في آآ في تجربة القاء زهرة نار دي مرة واحدة. اقول لك عاوز حدث ظهور العدد سبعة. تقول لي مش ممكن. ده هو المكعب كله مرقم من واحد الى ستة. جيب لك سبعة دي منين. يبقى تقول لي ده حدث مستحيل. والحدث المستحيل رمزه طاي. الحدث مستحيل يا جماعة. اهو. الحدث المستحيل اللي هو رمزه فاني. او المجموعة الخالية. ما فيهوش عناصر. طيب احتمال الحدث المستحيل يساوي سفر. يبقى فيه فرق من الحدث المستحيل نفسه وفيه فرق من احتمال الحدث المستحيل. الحدث المستحيل نفسه اللي هو فايد. احتماله بيساوي سفر. طيب ايه بقى هو الحدث المؤكد برضو مع بعض. خليك معايا لما جاولك ايه هو الحدث المؤكد. الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. يعني ايه? يعني لو قلت لك في تجربة القاء زهرة نارد. زهرة نارد اللي طاولة. مرة واحدة. وملاحظة الوجه العلوي. الوجه الظاهر او الوجه العلوي. اكتب فيه. كلنا شطار ويعرفنا ان فضاء العينة عندي اهو. فضاء العينة عندي هيساوي ايه? قلت لي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. لو انا بقى سألتك سؤال سهل جدا. بيقول لي اذكر حدث الحصول على عدد اقل من سبعة. ده سؤال سهل جدا. قلت لي عايز عدد اقل من سبعة. اه يبقى هنا حضرتك تقصد واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. اكيد حضرتك لاحظت معايا ان هنا الواحد اهو. والاتنين موجود والتلاتة موجود والاربعة والخمسة والستة. خدت بالك ان عناصر الحدث هي هي عناصر الفضاء? يبقى اذا كانت عناصر الحدث تساوي عناصر الفضاء اذا هذا الحدث حدث مؤكد. يبقى ده على طول هنسميه حدث مؤكد. يبقى هنا ايه هو الحدث المؤكد? هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. يبقى ايه هو تعريف الحدث المؤكد تاني? هو حدث عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. تعال كده معايا وشوف التعريف تاني. عرف الحدث المؤكد والحدث المستحيل. الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. الحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن وقوعه يعني ايه لا يمكن وقوعه نشوف تمرين كمان على الحدث المستحيل بيقول لي برضو تجربة القاء ظهرة نرد مرة واحدة اهي لو انا قلت ظهرة نرد مرة واحدة هتقول لي ايه تقول لي على طول اقدر احسب فيه واحد او اثنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة كده انت كتبت الفضاء العينة اللي هي ايه فضاء او فراغ العينة احسب احتمال خلينا حدث الاول حدث ظهور عدد اكبر من ستة خد بالك من المطلوب عايز ظهور عدد اكبر من ستة يعني اكبر من ستة يعني سبعة او تمانية او تسعة فما فوق اكبر من ستة طيب في اي عدد في الاعداد اللي قدامك اكبر من ستة ملقتش دور كده واحدة مش اكبر من ستة ولا الاتنين اكبر من ستة ولا التلاتة ولا الاربعة ولا الخمسة ولا الستة انا عايز اكبر من ستة طيب هنا تقول لي ايه بقى تقول لي ملقتش عندي اي عنصر من العناصر انت عاوزها في الحدث يبقى ده اسمه حدث مستحيل اللي هو رمزه فاي يبقى ده اسمه حدث يبقى الحدث مستحيل يبقى الحدث وحدث لا يمكن وقوعه ابدا وعناصره غير موجود تخلي بالك كده انا عرفت تعريف الحدث وعرفت تعريف الحدث المؤكد يبقى انا عندي الحدث لوحده مجموعة جزئية من فضاء العينة الحدث عناصره وعناصر فضاء العينة كل العناصر اللي فيه موجودة في فضاء العينة الحدث المستحيل لا يمكن وقوعه ابدا وعناصره غير موجودة في فضاء العينة اللي المجموعة الخالية او فاي يبقى كده عرفنا تعريفات الاحداث عندي كمان لما هنشوف قلنا تعريف المؤكد والحدث مستحيل انواع الاحداث في حاجة اسمها احداث متنافية واحداث غير متنافية لما هنشوف كده مع بعض على الشاشة انواع الاحداث بيقول لي الاحداث المتنافية يعني ايه حدث متنافي يقول لي هي احداث لا يمكن وقوعها معا مش ممكن تحصل مع بعض ابدا يعني ايه الكلام ده يقول لي حدث او احداث اذا وقع احدها يمنع وقوع الاخر معنى ايه الكلام ده يعني لو حضرتها اطلعت قطعة نقود ورمتها كده لو ظهرت الكتابة تمنع ظهور الصورة واذا ظهرت الصورة تمنع ظهور الكتابة يبقى ده اسمه حدث او اسمها احداث متنافية اذا ظهر احدها يمنع ظهور الاخر الاحداث المتنافية اللي هي احداث اذا ظهر احدها احداث الاخر زي الصورة والكتابة مش ممكن طالب ينجح ويسقط في نفس الوقت مفتيش نجاح ورسوب في نفس الوقت يعني طالب تقولي ده خلاص لا هو نجح يبقى منع الرسوب طيب وإذا رصب منع النجاح يبقى دي كمان أحداث متنافية يبقى إليها تاني ده أحداث متنافية قلنا الأحداث متنافية هي أحداث إذا وقع أحدها يمنع وقوع الآخر زي الصورة والكتابة النجاح والرسوب دي اسمها أحداث متنافية إذا ظهر أحدها يمنع ظهور الآخر دي اسمها احداث متنافية طب عندي احداث اسمها احداث غير متنافية يعني ايه حدث غير متنافي اقولك الحدث الغير المتنافية او الاحداث الغير المتنافية اذا وقع احدها لا يمنع وقوع الآخر يعني يمكن وقوعهما معا الاتنين يحصلوا مع بعض الاتنين يحصلوا مع بعض مفيش مشكلة عندي زي ان معرض للأدوات المنزلية او لأدوات الكهربائية التاجر عنده غسالة وبتجازه تلفزيون هو اذا بقى الغسالة يمنع بيع التلفزيون لأ طبعا ما لاش علاقة خالص يبقى بيع الغسالة لا يمنع بيع بيع التلاجة لا يمنع بيع التلفزيون يبقى دي اسمها احداث متنافية اسمها احداث ايه غير متنافية اذا وقع احدها لا يمنع وقوع الاخر دي كانت بمنتهى البساطة التعريف بتاع الاحداث المتنافية والأحداث غير المتنافية. يبقى أنا كده عرفت في أنواع الأحداث عندي عرفت حدث مؤكد وحدث مستحيل وكمان عندي حدث محتمل. الحدث المحتمل هو الحدث الذي يمكن وقوعه أو لا يمكن وقوعه. ينفع يقع أو ينفع محتمل. عادي جد. مفيش مشكلة فيه. أما الحدث المؤكد والحدث الذي عناصره تساوي عناصر فضاء العينة. والحدث المستحيل هو الحدث الذي لا يمكن وقوعه ابدا ده احنا كده اخدنا الجزء النظري في موضوع الاحتمالات وعايزك بقى تركز معايا في كام تجربة كده عايزين نقولهم ونتكلم فيهم مع بعض اول تجربة النهاردة عايزين نأكد عليها اللي هي القاء ظهرة نرد مرة واحدة تعال معايا شوف كده في تجربة القاء ظهرة نرد او حجر طورة مرة واحدة اكتب فيها انا عايز فضاء العينة على طول تقول لي ان الفضاء العينة اهو بيثاوي يا اما واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ست خد بالك بقى المطلوب هيبقى ايه ويمشي ازاي معاك هتقول له ممكن يجي لك في الامتاحة يقول لك حدث ظهور عدد فردي كلنا شطار وعارفين ان الاعداد الفردية عندي هي ايه ركز كده في فضاء العينة اللي موجودة عندك فين الاعداد الفردية اللي موجودة معاك هتقول للاعداد الفردية عبارة عنه واحد وثلاثة وخمسة يبقى دي الاعداد الفردية اللي موجودة في فضاء العينة طالت تاني اللي طب ما فيه سبعة وتسعة واحداش ايو انا عارف والله ان دي كلها اعداد فردية ولكن هي موجودة في فضاء العينة عندك قلتلي لا يبقى حضرتك ملتزم بفضاء العينة اللي موجودة عندك يبقى فيه تجربة القاء ظهرة نرد مرة واحدة اخر فضاء العينة اللي عندي كان ستة عايزك بقى تطلع الاعداد الفردية من واحد لحد ستة ما تقدرش اتعدد ستة اللي عندك لان دي اعداد فردية موجودة في فضاء العينة بتاعة التجربة بتاعتك يبقى لما نرجع للتامين تاني بقول لي فيه تجربة القاء ظهرة نرد مرة واحدة اكتب فضايا العين قلت له فضايا العينة بيساوي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة طيب عاوز ايه عاوز حدث ظهور عدد فردي قلنا له واحد او تلاتة او خمسة طيب لو عاوز حدث ظهور عدد زوجي ايه الاعداد الزوجية اللي معانا تعالى نشوف كده مع بعض واحد لا طبعا اتنين اه طبعا كده الاعداد الزوجية كام اتنين واربعة وكام وستة دي اسمها اعداد ايه زوجية يعني تقبل الاسم على الاتنين كل عدد زوجي لازم يقبل الاسم على الكام على الاتنين الاعداد الزوجية اللي عندك من واحد لحد ستة قلت لي الاتنين والاربعة والستة دي اسمها اعداد زوجية طب خد بالك بقى عشان فيه سؤال مهم جدا وحاجة معلومة لحضرتك لازم تكون عارفها اللي هي العدد الاولي ما هو العدد الاولي العدد الاولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة الا على نفسه وعلى الواحد الصحيح يبقى هنا العدد الاولي لازم يكون لي كم عامل اتنين ودي نقطة خلاف بين بعض الطلبة يقول لي ما هو الواحد كده عدد اول يقول لك لا ما ينفعش لان الواحد حاصل ضرب كم في كم الواحد ده حاصل ضرب واحد في واحد. يبقى كام عنصر او كام عامل واحد. انما انا عايز عدد ليه عاملين ولا يقبل القسمة الا على نفسه وعلى الواحد الصحيح. ادي شروط العدد الاولي. يبقى لما تيجت تمسك الواحد تقول لي واحد ده هو ما فعلا ما بيقبلش على نفسه. وهو هو الواحد الصحيح. بس للاسف لما تيجت حل العوامل الواحد هتقول لي واحد في واحد بيساوي واحد. عامل واحد. ما جبتش اي رقم تاني غيره. يبقى ده لا يصلح ان يكون عدد اولي. يبقى كده. عشان نكون متفقين لحد ان شاء الله ما نتمن مع بعض. اول حاجة الواحد ليس عددا اوليا. الواحد عدد فردي. على عيني وعلى راسي. الواحد ده عدد فردي. انما مش عدد اولي. العدد الاولي زي ايه عندي بقى? الاتنين والتلاتة والخمسة. الاتنين ازاي مستدر? الاتنين ده عدد زوجي. العدد الاولي ملوش دعا بزوجي ولا فردي. بس بالمناسبة العدد الزوجي الوحيد اللي يصلح ان يكون اولي هو الاتنين. يبقى احنا قلنا ايه العدد الاولية تاني? الاتنين والتلاتة والخمسة. فعلا الاتنين لها عاملين ولا تقبل القسمة الا على نفسها وعلى الواحد الصحيح. وكمان التلاتة لها عاملين وما بتقبلش الاسم اللي على نفسها وعلى الواحد الصحيح والخمسة. يبقى لما يجي يقول لي حدث اهو حدث زهور عدد اولي. ايه الاعداد الاولية سامعك بقى وانت خلاص عرفتها وبتقول لي العدد الاولي زي? اهو. الاتنين والتلاتة والخمسة. يبقى احنا اتفقنا مع بعض كده. العدد الاولي اللي هو ايه? الاتنين والتلاتة والخمسة. طيب. عندي كمان ممكن يطلب حدث ظهور. حدث ظهور عدد اكبر من اتنين. خد بالك هنا المسألة محتاجة تفكير شوي. انت بتقول لي حدث ظهور عدد اكبر من كم? من اتنين. فضاء العينة عندك كان كام? واحد واتنين وتلاتة اربعة وخمسة وستة. انا بسألك. في اعداد اكبر من الاتنين عندك? قلت لي اه طبعا. زي ايه? تلاتة واربعة وخمسة وستة. يبقى دي الاعداد اللي اكبر من كم? من اتنين. يبقى حدث عدد اكبر من اتنين او عدد اه حدث ظهور عدد اكبر من الاتنين على طول سمعك وانت بتقول لي. يبقى حضر بتقصد التلاتة والاربعة والخمسة والستة. كل هذه الاعداد اكبر من الكام? اكبر من اللي اتنين. طيب لو جيت قلت لك حدث ظهور العدد اتنين فاكسر. عايزك تركز اوي في المسألة دي. انا عايز ايه? انا عايز فضائر عينة كله كام? قلت لي فضائر عينة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. بس السؤال بيقول لي ايه? عايز اتنين فاكسر. يبقى حضر لك عايز تبدأ بمين? بالاتنين. عايز تبدأ بمين? بالاتنين. واللي اكتر منها بقى. يبقى كده. علشان تحل التمرين ده صح? هتقول لي الحدث. حدث ظهور العدد اتنين فاكسر. هتقول لي هبدأ بالاتنين والتلاتة والاربعة والخمسة والستة. يبقى حدث ظهور عدد اتنين فاكسر بدأت باتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة. انما اكتر من اتنين او اكبر من اتنين ما خدتش الاتنين معايا. خدت التلاتة والاربعة والخمسة والستة. طيب خد بالك كمان عشان نغطي النقطة دي نقول له حدث ظهور العدد اتنين على الاكسر. خدت بالك من كلمة على الاكسر. على الاكسر دي معناها فاقل. معناها ايه فاقل. يعني ايه حدث ظهور العدد اتنين على الاكسر تاخد اللي اتنين واللي اقل منها. يعني كده لو عاوز حل الجزئية دي اقول له اللي اتنين والواحد. او طالت تاني بيهتم بالترتيب يقول الواحد واللي اتنين. ما عنديش مشكلة. دي صح? ودي صح. يبقى حدث ظهور عدد اتنين على الاكسر هو اتنين فاقل. يبقى كلمة على الاكسر دي معناها كلمة فاقل. يبقى كده اه شفنا بعض التمريب على ربط القاء ظهرة نارد مرة واحدة. وعرفنا ان عندي فضاء العينة بيساوي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة. وعرفت ممكن يطلب مني حدث ظهور عدد فردي. قلت له حدث ظهور عدد فردي اللي هو الواحد او او التلاتة او الخمسة. حدث ظهور عدد زوجي اللي هو الاتنين او الاربعة او الستة. حدث ظهور عدد اولي. اولي اللي هو الاتنين والتلاتة والخمسة يبقى دي زهرة النرد مرة واحدة وممكن تيجي زهرة نرد مرتين بس أنمشي واحدة واحدة النهاردة وعشان بدقين مادة الإحصاء معاك بالتدريج وبإذن الله على وعد في الحلقات اللي جاية كمان إن شاء الله نجيب كل الامتحانات السابقة وقولك ده كانت امتحان سنة 2011 أو 2012 أو 2013 ونحل كل التمرين بتاع الحلقات بتاع الامتحانات السابقة علشان تتضرب أكتر على تمارين الامتحانات من التجربة المهمة عندنا برضو كمان اللي هي تجربة زهرة نرد مرة واحدة قطعة نقود مرة واحدة كلنا عارفين إن قطعة النقود لو طلعت قطعة نقود من جيبك دلوقتي هتلاقي فيها وجهان الوجه الأول صورة ولوجه التاني كتابة ولوجه التاني صورة ما بنقولش عليا مالك اسمها صورة بقى في الإحصاء يبقى أنا عندي قطعة النقود ليها وجهان صورة وإيه وكتاب طيب أنا ممكن قطعة النقود دي أرميها مرة واحدة اللي هي رمي قطعة نقود واحدة أو ممكن أرمي قطعة النقود مع بعض وفي الحالة دي عايز أركز هي الأولى صورة والتانية صورة ولا الأولى صورة والتانية كتابة ولا الأولى كتابة والتانية صورة ولا الأولى كتابة والتانية كتابة علشان كده عايزين نمشيها بالتدريج اول حالة عندنا تجربة القاء قطعة نقود مرة واحدة اهي ادي القاء قطعة نقود مرة واحدة القاء قطعة نقود مرة واحدة هنا انا عايزك تعملها بالشجرة البيانية يعني تقول لي يا ام صورة يا ام كتابة زي ما اتفقنا الصاد اختصار او رمز لكلمة صورة والكاف اختصار لكلمة كتابة طيب انا عايز احسب فضاء العينة قلت لي احسب او اذكر فضاء العينة هتقول لي الفه بيساوي ايه اللي طلع معاك قلت لي الصاد او كاف اللي هي صورة او كتابة كتبت فضاء العينة صورة او كتابة علشان دي كانت تجربة القاء قطعة نقود مرة واحدة طيب لو قال لي اذكر حدث الحصول على صورة صورة هتعمل قص مجموعة وتحط له صاد طيب حدث الحصول على كتابة هتعمل قص مجموعة وتحط لي الكاف يبقى كده فضاء العينة بتاع قطعة نقود مرة واحدة قلت لي صاد وكاف طيب لو انا عاوز اعرف عدد عناصر فضاء العينة ودي من الجزئيات المهمة جدا لما تقول لي عدد عناصر فضاء العينة في تجربة القاء قطعة نقود مرة واحدة كم عنصر هنا اتنين او كنت تقدر تقول الصورة والكتابة ودي رمية واحدة يبقى اتنين قص واحد بكام باتنين يبقى دي كانت القاء قطعة نقود مرة واحدة طيب ممكن كمان اقول لك تجربة القاء قطعة نقود مرتين متتاليتين وسامع طالب بيقول لي انت من شوية قلت القاء قطعطي نقود مرة واحدة يعني مسكت قطعة النقود وامترميهم كده يتنين مع بعض مرة واحدة هنا في الحالة دي انا عايزك تاخد بالك من حاجة ممكن ممكن الرمية الاولى تطلع صورة او كتاب وفي الرمية التانية هناخد من كل واحدة صورة وكتاب يبقى كده الفضاء عندنا هيبقى ازاي اقولك لو عايز تكتب فضاء العينة بقى هتقول يا اما صورة وصورة اهي صورة وصورة اهي او صورة وكتاب وكمان كتابة وصورة اخر حاجة كتابة وكتابة يبقى دي تجربة القاء قطعة نقود كم مرة مرتين يبقى عدد عناصر فضاء العينة لتجربة القاء قطعة نقود مرتين متتاليين هتقول لي هما كلها كام صورة وكتاب وهترميها كم مرة مرتين يبقى اتنين قس اتنين بكم عنصر باربع عناصر يبقى عدد عناصر فيه في تجربة القاء قطعة نقود مرتين متتاليين بتساوي اتنين قس اتنين بكم باربعة طب لما يجي يقول لي حدث حدث الحصول على صورتين فين القوس اللي فيه صورتين برافو عليك اهو او القوس ما اقدرش اخد ده لاني فيه صورة واحدة هو عايز حدث الحصول على ايه صورتين يبقى صاد وصاد طب لو طلب حدث الحصول على صورة واحدة واحدة فقط قلت لي ادور على اي قوس فيه صورة واحدة القوس الاول فيه صورتين ماينفعش القوس الاول ده فيه كم صورة صورتين ماينفعش مش هاخد القوس الاول القوس التاني فيه صورة واكتابة فعلا فيه صورة واحدة اهو يبقى صورة وكتاب القوس التالت فيه كتابة وصورة يبقى كتابة وصورة فعلا فيه صورة واحدة القوس الرابع فيه كتابة وكتابة لا ده لازم يكون القوس فيه صورة وده ما فيهوش يبقى ما اقدرش اخد هذا القوس يبقى كده الحدث بتاعنا صورة وكتابة وكتابة وصورة طيب ممكن كمان يقول لي حدث ظهور صورة على الاقل يعني ايه صورة على الاقل اللي هي صورة فاكسر تاخد اي قوس في صورة او اي قوس في اكتر من صورة يبقى كل الاقواص اللي فيها صورة سواء صاد وكاف او كاف وصاد تنفع وكل الاقواص اللي فيها صورتين تنفع اللي هو صاد وصاد يبقى لما يقولي صورة على الاقل يبقى اخد صورة فاكسر يبقى لما يقولي تاني حدث ظهور صورة واحدة على الاقل يبقى يقصد صورة او اكتر من صورة وهنا عندي يأما صورة يأما صورتين يبقى لما يقوله حدث ظهور صورة واحدة على الاقل اتفقنا مع بعض انت بتقول لي صورة واحدة على الال طب هو الفضة كان في ايه صاد وصاد وصاد وكاف وكاف وصاد وكاف وكاف انا عاوي الصورة واحدة على الال يبقى صورتين تنفع وصورة تنفع وصورة تنفع وما فيش ما ينفعش يبقى انا عايس صورة واحدة على الآل يبقى حضرتك تقول لي اخذ كل الأقواص اللي فيها صورة زي صورة وكتاب او كتابة وصورة او صورة وصورة يعني إيه الكلام ده يعني حضرتك خد القوس اللي فيه صورة واحدة اهو وده كمان فيه صورة واحدة ينفع وده في صورتين يبقى لما يقولي صورة واحدة على الاقل يبقى ينفع صورة وينفع صورتين طيب لما يقولي حدث ظهور او حدث عدم ظهور صور يعني ايه عدم ظهور صور بص كده في فضاء العينة وعايزك تركز فين القوس اللي ما فيه الصور ما هو عايز ايه حدث عدم ظهور صورة عدم ظهور صورة يبقى ده ما ينفعش ده ظاهر في صورتين عدم ظهور صورة ده ما ينفعش ده في صورة وده في صورة حدث عدم ظهور صورة اهو يبقى ما فيهاش صور يبقى ليك كاف وكاف شكرا 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 شكرا